ولا النادي الاهلي بيتخلى عن جمهيره بل العكس النادي الاهلي عارف ان قوته دايما في جمهيره نهاردة النادي الاهلي بيصدر قرار بشكوى للمجلس الاعلى الاعلام ضد بعض مقدم البرامج وبعض البرامج وبعض القنوات احنا هنا منهجنا دايما بنقول تناول بلا تطاول ولكن لما بيحدث في برامج اخرى وفي قنوات اخرى تجاوز لازم النادي الاهلي بيتصدى لهذه المشكلة النهاردة النادي الاهلي بيشكو قناة الحدث وتوجه اليوم او تقدم اليوم الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بشكاوي ضد قناة الحدث اليوم ومقدم البرنامج في الجول احمد جمال الذي تبسه ذات القناة مصحوبة بالفيديوهات العديدة التي تتضمن تجاوز هذا البرنامج في حق الاهلي ومسئوليه وجماهيره وهو ده دور مجلس ادارة الاهلي مش فقط دفاع عن مسئوليه كمان جماهيره ومحاولة تشويه بطولاته وتقرر هذا الامر كثيرا عن طريق مقدم البرنامج وضيوفه الذي يختار شخصيات بعينها لاستضافتها للإساءة للاهلي وقياداته ومنتسبيه في انحياس كامل وخرق واضح لمثاق الشرف الاعلامي واثارة للفتنة ودعوة للقراهية والانقسام بين ابناء الوطن وده دور النادي الاهلي انه دايما بيحافظ على او بيساهم انه هو يحافظ على لحمة ابناء الوطن في ذات الوقت لم تكن هناك اي رد فعل للقائمين على القناة والذين يتجاهلون خطورة ما يقدم هذا البرنامج من دعوة للفرقة وللتعصب والاحتقان في الشارع الرياضي خاصة ان مساحة الهواء التي يتم بث هذا البرنامج من خلالها ودي نقطة مهمة جدا هي مساحة مستأجرة من القناة لهذا الغرض الذي يتنافى تماما مع المصلحة العامة وتوحيد الصف بين الجماهير في الوقت الذي لا يسمح فيه القانون ودي نقطة اهم ببيع مساحات هواء على الشاشات خوفا من اساءة استخدامها وهو ما يحدث من جانب قناة الحدث اليوم والقائمين عليها هذا وكلفت ادارة النادي الشؤون القانونية بدراسة اتخاذ الاجراءات القانونية ورفع دعاوة قضايا ضد كل متجاوز في حق الاهلي وفي ذات الصياق تقدم النادي الاهلي ايضا بشكاوى مماثلة مرفق بها الفيديوهات للمجلس الاعلى للإعلام ضد قناة تن وبرنامج البريمو هنا الكلام مدعم بأدلة مش كلام مرسل انا خلافي معاك مش مجرد اختلاف بالكلام الذي تبسوا ذات القناة ويقدموا كل من اسلام صادق ومحمد فاروق ومعهما الضيف الدائم رضا عبد العال والذين دأبوا على مهاجمة الاهلي وادارته ومدرب الجنوب افريقي بتسو موسماني والسخرية والتهكم عليه ويحاول سالف الزكر في حلقاتهم وباستمرار الانتقاد الحاد والإساءة لمسؤولي الاهلي والتعقيب على تصريحاتهم بانحياز للاطراف الاخرى ويتجاهل هذا البرنامج كل ما يصدر عنهم بشكل سلبي بل ولم يتطرقوا لما يرتكبوا من اخطاء تدعو للتعصب هنا اهلي بيقول انت بتشوف بعين واحدة وتحد على الكراهية ويتناسى مقدموا البرنامج وضيوفهم باستمرار ان التصريحات التي تصدر عن مسؤولي الاهلي عادة ما تكون رد فعل لتوضيح وجهة نظر النادي والدفاع عن حقوقي بالطرق المشروعة دون المساز بالمنافسين واذاء الصمت غير المبرر من القائمين على القناة لما يقدم هذا البرنامج من محتوى غالبيته يتضمن محاولة الإساءة للاهلي وإقاف مسيرة فرق الرياضية واستفزاز جماهيره تقدم النادي الاهلي بشكوى للمجلس الاعلى للإعلام وكلف الشؤون القانونية برفع دعاة وقضايا ضد كل المتجاوزين في حق الاهلي ومخاطبة الجهات المعنية القائمة على منح الترخيص لمثل هذه القنوات أيضا برنامج آخر وقناة أخرى ومقدم برامج اعتاد الإساءة للنادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي بيتقدم بشكوى أيضا للمجلس الاعلى للإعلام ضد قناة الزمالك وبرنامج زمالكاوي الذي يقدمه خالد الغندور بمحتوى في معظم حلقاته يتضمن الإساءة للاهلي وقياداته ومحاولاته المستمرة لتشويه إنجازات فرقه الرياضية بالإضافة إلى استخدام أسليب تهكم وسخرية بحق مجلس إدارة الأهلي ولم يتوقف عن نهجه الذي يترطب عليه الانكسام وإثارة الفتنة وقدم النادي العديد من الفيديوهات التي تضمن ما يرتكبه الغندور وبرنامجها وبرنامجه من أخطاء في حق الأهلي وتجاوز مرفوض لم تكن كمان هذه المرة الأولى لا تقدم فيها الأهلي بشكواه ضد خالد الغندور أو ضد مقدم برنامج زمالكاوي فقد سبق شكواه عدة مرات لارتكابه نفس الإساءات واستفزاز جماهير الأهلي والتطاول على قيادته واستخدام أسليب غير لائقة وتم إيقافه وبرنامجه من قبل المجلس الأعلى للإعلام لكن المؤسف وده فعلا المؤسف لم يستوعب مسألة الإيقاف ولا خطورة ما يأتي على لسانه في الحلقات التي يقدمها وتدرس الشؤون القناب النادي اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الشأن ده طبعا النهاردة بيان النادي الأهلي بمنطل وضوح في إساءات فالنادي الأهلي بيرد عنه هذه الإساءات وكما اعتدنا النادي الأهلي دايما بيلجأ إلى الطرق القانونية وبيسلك الطرق المشروعة في عهد المجالس السابقة لنادي الزمالك كان بيحصل برضو بعض التجاوزات النادي الأهلي مكانه واحد لغير المجلس الأعلى الإعلام والطرق المشروعة والقانون عشان يحافظ على حقوقه وحقوق جماهيره هو ده النادي الأهلي احنا دايما مع فكرة التناول ولكن دايما بنقول التناول يكون بلا تطاول فلما يحدث تطاول وتجاوز وتهكم وسخرية والأمر مستمر بشكل يؤدي إلى استفزاز الجماهير فكان لابد من وقفه والأمر الآن أمام المجلس الأعلى للإعلام مدعوم بكل المواد الفلمية مدمج معاه التجاوزات والإساءات والسخرية واللي احنا عصرناه الفترة الأخيرة بشكل أصبح يعني سيء جدا ومستفز الجماهير النادي الآلي بشكله وبآخر وكلنا على علم وعلى يقين وكمان كلنا متابعين النموذج اللي بتقدمه قناة النادي الآلي من إعلام بيحترم الجميع يأتناول الجميع ولكن لا يتطاول على أحد ولا يتجاوز في حق أحد ولا يقلل من إنجازات أحد ولا يشكك في بطلات أحد إن وجدت فتمنى أن المجلس الأعلى للإعلام يأخذ القرار المناسب حفاظنا فارس على زي ما النادي الآلي قال لحمة أبناء الوطن نحن دعاية منطق وأصحاب المنطق أبدا أبدا بيكونوا عارفين بصلتهم وبيكونوا عارفين طريقهم وفرق جدا ما بين إصارة الأزمة وما بين الدفاع على حقوق نديك وهذا هو عهدنا بمجلس إدارة النادي الأهلي دائما مدافعا عن حقوق النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر